والآن صفحة 98 التدريب الثالث أملأ الفراغ بإحدى التلمتين على أو على على أنها في آخرها ألف ممدودة أو ألف مقصورة كما في المثال على صوت المشجعين على الشجرة ثمار كثيرة هنا يا ثالث نلاحظ بأنه إذا انتهت بألف ممدودة يكون معناها بمعنى على ارتفعة على ارتفعة أما على هنا مقصورة الألف تكون حرف جر وما بعدها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ألف الطاولة أزهار حمراء نلاحظ يا ثالث الطاولة هي اسم واسم مجرور إذن يجب أن تسبق بحرف جر على الطاولة أزهار حمراء با صوت الآلات في المعمال هنا يا ثالث صوت إذن على بمعنى ارتفعة على صوت الآلات في المعمال جيم النسر في السماء يجب أن أقول على النسر في السماء أي أنه ارتفع في السماء دال الورقة رسومات جميلة الورقة يا ثالث هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة يجب أن يسبق بحرف جر على الورقة رسومات جميلة إذن على بالألف الممدودة تكون بمعنى ارتفع أما بالألف المقصورة هنا يكون حرف جر وللتمييز بينهم يجب أن يكون بعد حرف الجر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الآن التدريب الرابع أكتب بخط جميل يبني الأسكيمو بيوتهم من الثلج نبدأ بالكتابة من بداية السطر يبني الياع على السطر والباق على السطر يبني هنا يا ثالث الياء يجب أن تكون تحت السطر الآن التدريب الرابع أكتب بيوتهم من؟ هنا النون تحت السطر الثلج هنا يا ثالث انتباه يجب أن ترفع سن صغير ومن ثم كتابة حرف الجيم علي الأسكيمو ماهرون في صيد الأسماك نبدأ الأسكيمو الأسكيمو ماهرون النون على السطر في الياء تحت السطر صيد هنا عرف الصاد يرفع قليلاً عن السطر الدال على السطر الأسماك هكذا يا ثالث انتبه يا صغيري عند كتابة كلمة الأسكيمو لاحظ كيف تكتب الكاف هنا يا ثالث كأنه يوجد بين السين والكاف رقم ثمانية رقم ثمانية هكذا هكذا يا ثالث اكتب حرف السين بعدين يا ثالث كأنه بدنا نكتب رقم الثمانية بعدين بكتب شحطة للكاف بعدين بنزل يا ثالث بشكل عندي هون رقم الثمانية بعدين بكتب الياء والميم والواو لاحظ يا ثالث كيف تكتب الأسكيمو هكذا هكذا يا ثالث أحسنتم ترجمة نانسي قنقر